يعاني الكثير مننا هذه الأيام من آلام في الأذن نتيجة لبس الكمامة لساعات طويلة وخاصة عندما تكون الكمامة ضيقة مما يسبب ضغطا عليها وبروز الأذنين وقد تتسبب على المدى البعيد بحالة تسمى الأذن الوطواطية أو الخفاشية مما يستدعي اللجوء لطبيب التجميل للتخلص من هذه الحالة خفاشية الله يسترع علينا يعني عبر ما نخلص من كورونا يطلع علينا ودهن ثانية المزيد ينضم إلينا في السيديو دكتور نادر صاحب طبيب التجميل أهلا بك دكتور صباح الخير أهلا وسهلا فيكم صباح الابتسامة السعيدة يعني مش عارفين نلحق على السلبيات كورونا والأذن الوطواطية أو ميكي ماوس إير دايما ما نسمع عنها ويمكن كمان من الطفولة قد تظهر مع الأطفال وقد تسبب مشاكل نفسية على أطفال واتعرض التنمر في المدارس أو كلام ذا كله كيف يمكن علاج هذه المشكلة كيف يمكن التعامل معها الأذن الوطواطية هي مشكلة مثل ما قلت يمكن تخلق أوقات مع الطفل نتيجة وجود العضل خلف الأذن بيقعد مكان الأذن وبالتالي ما بيعود إلى مكان تقعد فيه كرميل هيك بتعمل بروز وبتصير قاعدة خارج الرأس وهون بتأثير إلى مشاكل نفسية واضطرابات خاصة على الأطفال ووقت ما بيدخلوا على المدارس لأنه بيصيروا عرضة للبوليينج والسخرية من قبل أصحابهم هون كثير من الأمهات ما بيدركوا صعوبة المشكلة لأنه علاجها جدا سهل لكن إذا أصرينا على الطفل خاصة بفترة المدرسة أنه لا ما بيكشيه ما عندك ولا أي مشكلة وهو بيعاني من الأذن الوطواطية لبل بيعاني من إحراج من خلال التنمر يلي بيلاقيه من قبل أصحابه منلاقي فعلا عم نتخطى إشياء كتير بسيطة نعالجها لحتى نغيره نفسيته وإزب الإنسين يخلق من جديد لهيك باستعمال الليزر من خلف الأذن نقدر نلجأ إلى استقصال العضل ووضع الأذن بما كانت طبيعي لحتى نلقى أذنين طبيعيتين هذه فقط عمليات الإجراء أنه استقصال العضل صيوان غيره ما رح يمس لأنه تغير مكانه هلأ ببعض الأوقات منلاقي السيوان مش بس بيكون عندنا بروز بالإذن منلاقي الأرشيتكتور تبع الأذن كلها مفتوحة هون بنفس العملية منلجأ إلى تعديل شكل الأذن للحصول على الأذن الطبيعي لأنه بيكون في عنا فعلا مفتوحة مثل الورقة كم هي بتكون الأذن هون منلجأ إلى وضع الطبيعي ومنشيل البروز بنفس الوقت هون نلجأ إلى عمليتين هي بالنهية العملية تستغرق بين ربع ساعة إلى نص ساعة من الوقت خفيف سريع يعني وبتم تحت البنج الموضعي أو البنج التخديري وما في لزوم يبقى الولد بالمستشفى حتى عادل بالبنان المتحضرة مثل فرنسا هالأشياء كلها بتكون يعني من قبل السوشال سيكوريتي يعني الضمان الصحفي هو اللي يغطي التكاليف لأنه تكاليف العملية هي أقل بكثير من العلاج النفسي يلي بدو يلجأ لإله الطفل خلال حياته طبعا طب دكتور من أي عمر بنقدر نعمل هذه العملية للطفل قبل دخول المدرسة نستطيع عمل هذا الموضوع أم باستنى لغاية ما يكبر الطفل من الأفضل على عمر صغير ثلاث سنين وما فوق يعني بيكون أفضل كلما تأخرنا كل ما كان أسوأ لأنه بيصير في أساوي بالغدروف وقت ما منحطه بما كانه على عمر صغير بيكون الغدروف بعده الطري وبالتالي بيقدر يأخذ وضعه الطبيعي بكل سهولة من دون أليم من دون أي شيء يذكر عملية الاستشفاء كم يوم راح تأخذ؟ عملية الاستشفاء أنه مجرد ما يعمل العملية؟ يظهر دغري على البيت يظهر ومتى تلتحم الأذن طبيعية؟ بكل سهولة لكن بالليل منحط له مثل باندج مثل الرباط لحتى مينم على يال الأذن لحتى يقدر يحافظ على النتيجة على أربع تيين لكن هذه دكتور تقنية باستخدام الليزر وليست جراحية؟ لا في عنا جرح بسيط وجوه بيكون استقصال العضل باستعمال الليزر لا تؤثر على السماع لا تؤثر على تحدث طنين؟ أبدا ببعض الأوقات نلاقي في عنا الأذن بتكون مضبوطة وبيكون في عنا بروز بالغضروف بس هون في عنا طريقة تقنية جديدة منقدر نوضع مثل كلب على الأذن بس لتجليس الغضروف لكن بتكون الأذن جالسة ما بتكون في عنا بروز بالأذن هذه بتتم كمان بخمس دقايق من الوقت بوضع هالكتورة أنا يهمني ما بعد العملية لأن البعض يتخوف من الورم فترة تغير اللون البشرة إلى آخره من هذه الشيء هل هي صعبة أيضا؟ عملية بروز الأذن هي فعلا ربع الساعة لكن بقدر ما الطبيبة بيتأخر فيها هون بيصير في عنا ورم أو يمكن إزرقاء بقدر ما بتكون وقت العملية قصير بوقت ما بيكون فترة التعافي بتكون سريعة وأكيد ساعة منلجأ إلى الأرشتكتور تبع السيوان من برة مع البروز أكيد بتكون العملية أطول شوية من الوقت حتى بعض الأوقات عادل في بعض الأطفال بيخلق وما عندهم أذن وهون منلجأ إلى الريكونستركشن كامل ساعتها منشيل من الضلع من القفص الصدري الغدروف ومنلجأ إلى إعادة ترميمه وتشكيله عمليات ترميمية بالشكل طبيعي طيب دكتور ماذا عن البلغين؟ هل تختلف آلية هذه العملية من الأطفال إلى البلغين؟ بما أنه أنت ذكرت أن الغدروف يكون أأسى العملية هي زيتا لكن الطريقة التي تتم على الغدروف اليانع أو الطري تكون أسهل بكثير وأكيد نسبة النجاح تكون أفضل بكثير طيب خليني أنا أسألك أنت دائما تقول بأن التقدم بالعمر يدعو إلى عملية تجميلية لغدروف الأنف تكبر والأدن أيضا مثل ما بنعرف بالجسم في عنا السكولات تبع الجسم هي مقلة في من غدريف بتكون بالأساس كل هالغدريف تتحول لعظام إلا رأس الأنف والأذنين وبالتالي بيضلوا يكبروا بالسن ومنشوف عند كبار السن رأس الأنف بيصير يكبر مع تقدم السن والأذنين باستعمال الليزر منقدر أنه توصل إلى استقصال غدريف الأنف وبالتالي مثل العملية اللي أنا لجأت لإلها بالتالي بيكبر بالسن بدون ما يكبر أنفه من غير ما أشوفها كبيرة أيوة إنما الأذنين ما منقدر نحد منهم لأنه بيصير بالنغير بشكل الأذنين إلى حد ما عند الناس اللي بيكون عندهم اللوبيول كبير منقدر نزغره إنما الغدروف ما منقدر نغير فيه لأنه الأرشيتكتور تبع الديني كتير جميلة لدرجة إنه ما منقدر نشيل مننا شأفي هلأ اللي بيصير هو بزمن الكورونا صار كتير من هالناس يلجأوا إلى وضع الماسك وصار الماسك مرافقنا بحياتنا للأسف في كتير من الماسكات ما قللهم إلاستيك وبالتالي خاصة يلي هني براند منلقي الأذنين عطول الناس اللي بسين الكمامة والأذنين كتير ظاهرين هيك كل الوقت يلي هني بيعتقدوا أنه أنا بهمني أنه حطت الماسك لكن هالشي بيأثر سلفا علينا مع تقدم السن كمان هون يلبس هميد يم وهو يعني بمقاسه أكسلار شكرا جزيلا الدكتور نادر صعب طبيب تجميل يعطيك ألف عافية تانكيو ميرسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا